اشتركوا في القناة لاننا هنترجم كل فكرة من الانجليش للعربي وهنفهم كل الكلمات والموضوع هيكون ممتعة جدا اول حاجة هنتكلم عن كاتبة القصة وهي انا سيول انا سيول was born in england in 1820 when she was a child she had an accident which badly damaged her legs after this she couldn't walk but she learned to drive a horse and carriage she loved the horses that helped her to travel around she also helped her mother who wrote children's books anna decided that she wanted to write too she wanted people to understand that looking after horses was important so she wrote a book about the life of a working horse in 1877 she wrote black beauty and it has become one of the most popular books for children انا سيول بنت اتولدت في انجلترا سنة 1820 لما كانت تفلة صغيرة حصلت لها حدثة خطيرة جدا ورجليها اتصابت وبسبب الحدثة دي انا ما بقتش تعرف تمشي على رجليها ولكن انا مستسلمتش وكررت انها تتعلم ازاي تركب الخيل والعربة حبت الخيول جدا عشان بتخليها تقدر تمشي وهي مش بتعرف تمشي على رجليها ولدت انا كانت بتكتب قصص للاطفال فانا حبت تكتب قصصية كمان زي مامتها بس يا ترى انا هتكتب عن ايه انا اختارت انها تكتب كتاب يخلي الناس تعرف ان رعاية الخيول شيء مهم جدا وان احنا لازم نعمل الخيول كويس وقلفت كتاب سنة 1877 عن حياة حصان اللي هو بطل قصتنا والكتاب ده بقى من اشهر الكتب والاطفال حبوه جدا جدا ودلوقتي هناخد اسئلة بسيطة على الجزء ده سؤال التوصيل رقم واحد انا سيول انا سيول was born in 1820 يعني انا اتولدت سنة 1820 رقم اثنين انا wrote انا wrote black beauty in 1877 يعني انا كتبت قصة الجمال الاسود سنة 1877 رقم ثلاثة انا had انا had an accident when she was a child يعني انا حصلت لها حدثة لما كانت طفلة رقم اربعة انا wanted انا wanted people to understand that looking after horses was important يعني انا كانت عايزة نستفهم ان رعاية الخيول حاجة مهمة ودلوقتي هناخد بعض الاسئلة where and when was anna sewell born فين وامتا اتولدت انا sewell اتولدت في انجلترا سنة 1820 she was born in england in 1820 what happened to anna when she was a child ايه اللي حصل لانا لما كانت طفلة حصلت لها حدثة اصابت رقليها جدا she had an accident which badly damaged her legs what was the result of the accident anna had ايه نتيجة الحدثة اللي حصلت لانا انا ما بقتش تعرف تمشى على رقليها عشان اتصابت جدا she could not walk because her legs were badly damaged what did anna learn to do انا اتعلمت تعمل ايه اتعلمت تركب الحصان والعربة she learned to drive a horse and a carriage what kind of book did anna's mother write ايه نوع الكتب اللي كانت بتكتبها والدة anna كانت بتكتب كتب الاطفال she wrote children's books why did anna write black beauty ليه انا كتبت كصة الجمال الاسود عشان تفهم الناس ان رعاية الخيو والشيء مهم she wanted people to understand that looking after horses is important to what extent black beauty famous الى اي مدى كتاب الجمال الاسود كان مشهور اصبح واحد من اشهر الكتب الشعبية عند الاطفال it has become one of the most popular books for children دلوقتي هناخد الفكرة الرئيسية للكصة the theme of the story الفكرة الرئيسية للكصة هي رعاية الحيوانات the care of animals وكده احنا خلصنا اول جزء معايا وعرفنا مين كاتبت القصة وعرفنا الفكرة الرئيسية وان شاء الله هنكمل في الفيديو اللي جايه اشتركوا في القناة